مرحبا بكم في قناتي في بافلور سأذهب مع الزيتون أحبت نشارككم هذه المناظر أنا أولادي وراجلي كان يوم مشمس جميل جدا أحبت تشاهدوا هذه اللقطات نحكي لكم حكاية تشريدار هي كانت كراية اسمها أي واحدة فيكم تشريدار تبع معي الفيديو للآخر والله 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 غير هذه الحكاية أنا عشتها مع هذيك سيدة شفتها بعيني وسمعت بوذنية حاشكم يعني قصة واقعية وربي شاهد عليها تبعوا معي أكيد ستستفادوا نبدأ كانوا زوج خاوة متزوجي زوج خاوة تزوجوا في عام واحد يعمل في شهر واحد وما عشوا كرايين في زوج وبعد واحدة منسى واحدة منسى هذوك قالت نزها ونعيشنا كل مشرب المهمة نعيش وكراية وخلاص نقطة إلى السطر أما الأخرى كانت تخميمها أخلاف هي يعني جات كونتر تكريم معجبته هاش الفكرة هي دور يجين متمنية متمنية متأملة تكون عندها دار ووحدها دارها مستقلة تعها تعها تشريها من عرق جبينها يا راجلها وكلش صح لموين ما كانوش خمت وش تدير وكيفة ش تدير قاعدت طلع وتهبط والله قصة واقعية قالت لراجلها واحد النهار قتله يا راجل ونقعدوا غير كرايين وما يعني دين وفوما غية قتلوا يعني نقعدوا كرايين عيشوا طول حياتنا هكذا قالها راك تشوفي كما يقولون المصريين العيد العين بصيرة والأيد قصيرة قالها وش فيه الدين دير قالت له لماذا نديروش اليد في اليد يا راجل ونشروا أبا ختميالو كنت تكون صغيرة قالها ما نقدرش وكلش قالت له ينسيوا ما تقولش غير ممكن نجربوا ونحن نتوكلوا على ربي ربي عيننا قالها الراجل ما لمشت كان متردد شوية وخايف بالصحية شجعاته قالت له نديرو يد في يد ونتوكلوا على ربي سبحانه ما أنا خسرين ونجربوا حظنا في هذا الدنيا ممكن تصدقوا ممكن ما تصدقش يا للات هي بدات بدات المرأة المسكينة في الأول بدات غير مع الشحة السابون سابون ايزي ستاع المواعن والله غير تغسل به المواعن الصبح واللومجا والعشا تغسل به توتلا جغني وخطرت كيت تبدل هذه الرغوة في اللي والله غير تبيت هذه الرغوة تبيتها الغدوة من ذاك تغسل بها المواعن لا تستطيع أن تكون فيها شوية رغوة هذه الرغوة وكل ما بالصح تقول ما عليش لازم يكون عندي داري مستقلة وحدي وبعدها تشم في الروايح سلفتها سلفتها تشرب وهي كان تشرب غير هذا الحليب شكاير وتشح خطرت تشرب وكانت الحم تشوفه خطرة لا خطرة إذا كان عندها جاجة في الفريجيدال ما يكونش عندها الخضرة إذا كانت عندها الخضرة ما يكونش عندها الجاجة دايما حاجة خاصتها دايما اي حاجة متمنيتها يا بسيك باش تشغل حاجة حابة تاكلها تصبر عليها ما تاكلها شهد الشهر تاكلها الشهر اللي يجاي دايما كان عندها الصبر كان عندها التفاؤل كشدت في ربي الصح سوفرت بزاف وعانت بزاف في حين شافت سلفتها ما خلت بلاسها بالتحواس ما خلت تلبس تاكل تحوس تروح لهنا ما خلت ما بقت هي مسكينة دايما خلتها في خاطرها وصلت بها المواصيل خطرة واش دارت ولت هي اللي تخدم معا راجلها جاب راجلها كاميو تعرمل وراحت لهذي كتار اللي شرعتها شرعت أبا خطومه والله 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 كانت في الشهر الثالث هي اللي طلعت هذاك الكاميو بيديها وبرجليها وفي الدروج وهي حاملة وهي بالجوف بالحاملة الأول هي اللي طلعتها ذاك الرمل كاميو تعرمل طلعته ما كاش عندهم درهم يخلصوا الخدام كانت تعاون راجلها كيبدأ يجيب هي اللي طلعها للفوق صبرت وكافحت وخاصة كانوا عندها زوج ولاد صغار طفل وطفلة كيفاش كانت تدير بسكوهما كانوا صغار ما يقولون لها ما نلبسوش ذاك الحاجة ما يقولون لها لازم ناكلو ذاك ما على بالهم بوالو تسمى اي واحدة حابة تشريدار حابة تدير ليزيكونومي حابة تعاون راجلها تبرو فيتيك كي يكونوا عندها دراري صغار ما على بالهم مش بالدنيا ما يعرفوا وش معنتها تشريهم خروف العيد ما يعرفوا هكذا كيكونوا صغار تتحكمي فيهم كي ما تبغي بصح كي يقولوا يكبروا من 12 سنة و11 سنة وطلع 10 سنين تقول لي عندك مشاكل معهم يقولوا يتشرطوا ما نلبسوش ذاك الحاجة لازم نلبس العمود لازم تشري لي كي ما يكبروا كي ما يكبر المصروف التعهم وسلفتها عاشها زاهية مية تدخل ومية تخرج قلت لي مسكينة والله كي يجوها دارهم في العيد ولا يجوها الناس في العيد يعطوا لها دراهم قلت لي درت لي مش حاحة هذوك درهم تعال العيد نجمعهم من العيد هذك ونجمع 10 الاف بخمسة الاف للعيد العام اللي يجاي باش تفصل لولادها باش تفصل تشري هي اي حاجة بغتها قلت لي كنت ندير مية فرنك على مية فرنك الف على خمسة الاف خمسة الاف على عشرة الاف كانت تروحها بشح صراحة مكنش بخيلة بالصح تشح باريك زمت لراجلها يقضي لها غير لازم ما تقولوش باريك زمت لنعرف الاخرين طعيت لو جيب هذيك الحاجة هي اصلا ما لبلهاش في الفرشيدر إلا كان عندها مثلا تقولوا تجيب لي تماطم هي اصلا يكون عندها تماطم فاس الفرشيدر ويالا جاي بخبر ثمانتي يا يالا كيفاش تديري والله من منبر هاذ التجربة تاع صديقتي من اقرب المقربين الى قلبي عشت معها كل شفت بعيني ايا وسمعت وحسيت بيها تحكي لي دايما واخر مرة جيت عندي قد قلت لي شفتي كيفاش كنت وكيفاش وليت قلت لي شفتي وكاينين بعض نساها كذا يتحكوا عليها تلمو كي تروح للعرس تلبس ذيك الحاجة مثلا هذيك الجلابة ولا تلبسها في العرس تلبسها مور ما العام هذا تلبسها العام الجاي تلبسها في حين نعرف نسا إلا لبسة الحاجة مرة واحدة زي ما تزيش تلبسها وليو كان تبعث راجلها يروح يسلف يكريدي واللي يسكرون يأكل الناس هي تزهى وتعيش وتصور وتبرتجي ليفوتو ولا ليغوث التحف ومواقع تواصل اجتماعي وهذا كراجل إلا المع معاه يموت يسلف يقتلوه يذبحوه يعلقوه في كاشبوتوه ما عليش هي تزهيروها أنا يعني أحترم أحترم الكل لكن أنشوف هذه المرة ما عندهاش النيف ما عندهاش النيف خاصة أن المرأة الجزائرية معروفة بالنيف عندها النيف لازم تحط يد في يد مع راجلها باش تلحقوه متمنية مرأة كي خسرة والو والله مسكينة قالتلي نتشهها حوايج ما ناكلهمش خطرتك تروح لدههم باش تاكلهم قالتلي خطرت نروح لده نعم جوستموت باش ناكل ذيك الحاجة نكون خرجت من عينيها صبرت هي بالحمل صبرت وهي تتوحم صبرت كي زيدت خلال قش لبساته البيبي الثاني ما تعاندش ما تعاندش ما تعاند ما تخزر ما يهمها حتى واحد هي كان عندها هدف فراسها حب تتحقوه حب توصل ليه على قبالكم واحد ما ما تبشر واحد ما ما تبشر شتو هذوك جنوب إفريقيا ولا هذوك مساكن لأعظامهم قاع خرجوا غير الجلدة على العظام ما كانش اللحم قاع مساكننا تقولون سيديكا دافغة يعايشين ميتين ميتين حيين رقم تشوفوهم بالصح ما ماتوش الشر ما يقتلش ما يكي ما تاكلش ما تموتش بالصح القنطة المحنة الهم والغم الميزيرية والدمار هو اللي يقتل أما الماكلة إلى واحد ماكلش الحم ماشي أبليجين أكل الحم كل يوم ماشي أبليجي تاكله ماشي أبليجي تاكله ماشي أبليجي تعاندي واحدة صورتة حطت في الفيسبوك في المجموعات تاعها الحم شواء وكلش لازم تحطي كيفها لا ومن بعد كيفاش ولت والله صبرت 11 سنة والله عشر سنين وهي تكافح وكبروا ولادها وفهمتهم وقالت لهم أنا وباباكم أرانا نسوفري أرانا نقارعوا باش ننشروا الدار باش تولي الدار بتاعنا باش تولو تعيشوا أحرار ما تولوش مقيدين في دار تاع الناس يتحكموا فيكم وخرجوا وجيبوا الكرة علش طولتوا علش درتوا علش مخلتوناش نرقدوا علش حليتوا الباب بالجهد علش كده 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 معارفين دار تاع الكرة كيفها وفي الآخر ربي سبحانه وجازها بالطوموبيل وجازها بالأباكتومو شرط أباكتومو طب وشرت طوموبيل الله الله ربي سبحانه كيشافها تشقى عانها كيشافها تطلب وترغب وتصلي ودير قيام الليل وتبكي لربي سبحانه وتشكيله عانها فكل لحظة ما كنتك الناس ما حوستك الناس ما فرحتك الناس بالصح كانت تقانعة كانت رائدة ومتداخل تاعها كانت تقول راني عارفة وش راني حابة نوصل راني عارفة لون حابة نوصل وش راني حابة نشري المهم قالت قالت لي كنت حابة غير نتهنم اللي كرا قالت لي يا ربي نشح ونسوفري عشر سنين خير ما نسوفري وزيدة لكم عارفين واحدة كتكون صغيرة تقدر تباطي تقدر تواجه تقدر تتحدى الدنيا تقدر تدبز مع الدنيا بالصحة الواحد كي كبر فلاج يقولوا الأمراض المزمينة يقولوا الأمر يقولوا الأمر كما تكون جديدة كما تكون قديمة ليس كيف نفس الشيء بالنسبة للإنسان كي يكون إنسان شاب ولا شاب ولا يكون مرأة كبيرة وفات خمسين سنو ليس كيف لذلك الصغر هو اللي يخدم على الكبر إذا أحبت تحبت بروفيتية لا بروفيتية أولادك صغر بروفيتية تحطي يد فيد معارزك لا تعندي حتى واحدة تضفهم قاع يديروا واش بغاو اللي سانسيال أنت عارفة وين ركي حابة توصلي ونبع في الأخير صحة راح تسوفري بصحة راح تحصدي ثمار واش زرعتي وراح تكوني فرحانة كما هذا صديقة تاعي والله في الأخير ولدو كالوز سلفتها دي من تشكيله وتبكيلها تقولها انت خير مني كلمة زوج انت خير مني كلمة زوج انت خير مني وخطرة زعفتها قلت له وين كنت هي يا ليلة كي كنت أنا نسوفري كي كنت أنا نشح على زيت قراءات الليتر تعزيت شدلي شغراين كنت نشح نشح درت العجب في روحي باش نشري دي كالدار كنت نستف دراهم كشغل كل حجرة وقلت له وين كنت انت كنتي زاية كنتي تروحي الكومبينج كنتي تروحي للبلاد تروحي 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 لدونس تروحي للمروق تروحي الهنا ما خليتي حتى ما خليتي ما خلت وال قلت له وين كنتي قالت له هاي غدرتني خضعتني الدنيا قلت impossible شريدار شافتها حاجة كبيرة بالصح قلت شريها بالتقصيد بشوية بشوية تولي حاجة خفيفة وتعارفي كيف اشتاكلي وتعارفي كيف تصرفي وتعارفي كيفاش تعيشي حياتك ماشيتموتي بالشغل ولا تخلي روحك ما تاكلش بالصح تعارفي كيفاش تصرفي تديري الميزانية على حسابك انت وراجلك ولادك كان عندها زوج دراري فهمتهم والله غير ولو عايشي مع والديهم كما فهمتهم يماهم كبرتهم مع هذ الحكاية نشر ودر نشر ودر يقول لي عندنا نادر ناكله كما نحبه نحوسه كما نحبه والحمد لله في الاخير جزها ربي سبحانه ولو العديان دوكا ولو الحسادين والمغيارين يعسوا فيها راكي ايه راكي طوبة راكي كذا بالصح كي كانت تسوفري واحد ما جاي يسوفري معاها واحد ما قلها نعطيك واحد ما قلها نعاونك واحد ما شف حالتها كيفاش كانت عايشة بالصح هي تلمو كانت متأملة في ربي عندها عمل كبير في ربي سبحانه وتوكلت عليه وشغل حاجة ما خلعتها قالت يا بإذن الله هذه الدار نوصل لها نوصل لها يلو كنا ما علي باليش وقتاش بالصح صبرت وفي الاخير نالت وكملت ديك الدار وشرتها سومي فيني وكملتها غير بالعقل بغرضها حتى ربي فرج عليها وراحت وسكنت وسكنت في الصحة وليهنا ذوك راهي زاهية راهي عايشة راهي فرحانة كي هي كي ولادها ولا تقنطوا من رحمة الله لازم كتشدي في حاجة تديري حاجة في بالك حبيتي توصلي ليها ما تخبريش الناس هذه نصيحة مني أنا إذا حبيتي تشري دار ديري كش بروجي ما تخبري حتى واحد خلي ذيك الحاجة سرية يعني في سرية تامة غير أنت وراجلك وربي سبحانه هكذا بسك واحد ما يعاونك واحد ما تتسندي عليه دونك عليش تخبرين الناس بشي يضربوك بالعين تولي تطبلوك ما تكملي ما تهوودي تقعد معلقة بين الأرض والسماء ما تطلعي ما تهبطي للأرض تقعد معلقة دونك إذا حبيتي يديري كش حاجة ما تخبريش ديجا أصلا إذا خبرتهم رحين يكسروك جناحتينك رحين يكسروهم لك وشي يقولوك آه تشري ما تقدريش لمحيشها غالية لما يكلها شفتي وما ناكلوش ما نشبعوش كيفاش تتشري دار دوك الدار غالية دوك كذا لا هذوك محبيطين أعداء الناجح ما تسمعي لهم ما تسمعي لهمش غلقي حاجكم غلقوا وذنيكم ما تسمعوا لهمش روحوا تراسي وتوكلوا على ربي سبحانه ما تسمعوا لهمش هو اللي يعينكم هو اللي يرزقكم ليس الناس اللي ترزق ربي سبحانه هو الرزاق ما تعرفي كما هذي صاحبتي ربي سبحانه أنا عم عليها بالدار وبطموبي شكون قال كانت كراية وكانت بالصح كي كانت عندها العازيمة والقوة والإرادة وربي سبحانه شفيها كانت تدعيه ليل النهار ودايما كي يجيها أي حاجة تقنط طبعا تحزن تبكي تختار التعياء حتى هي نفس كل نفس يعني التعياء هذي إنسان الكماله لله ماشي كاملة قالت لي كنت نروح نتوضى ونصلي ونبكي لربي سبحانه ونقول له يا ربي عيني يا ربي عطي لي السبر والشجاعة باش نكمل بسكو سيفغي حاجة صحيبة بسكو بخفار تسوفري عشر سنة تناشن سنة وانتي صغيرة ودراري صغار تسوفري معليش تسوفري تخلص على دارك ماشي خسارة وكما ستقلصي الكرا وتعالى لي فأفنسة هذو كنسة ما عندهم ش هادف ما عندهم ش عندهم غير الزخ والفوق ما تكونيش كما هما أختيك من الزخ أختيك من الفوق أختيك ما يهمك حتى حاجة دقلي ميامن وخرجي ميامن عارفي باش طراسي طراسي طريقك وعارفي وين راك يحب توصلي كيني بزاف الحسادين والمغيرين وهذي كنه هذوك الناس اللي تقولي يحبوني يتمنوني الخير ممكن يكونوا هم الأعداء اللي أولين بتاعك ما يبغوا لكش الخير ويقعدوا غير يحسدوا فيك والله ما تلحقين حاجة اللي ركمت منتها بس كل عينو حق إذا حبيت تديري أي حاجة ديري ويقضوا حوائجكم بالكتمن أرسو صلى الله وسلم وصانا نقضوا حوائجنا بالكتمن كتمي سرك وفونسي وطراسي ودعي ربي أكيد رح يوفقك شوفي كيما كين حويج غاليين طب تعالى مارك كين حويج رخاص للقليل اشري من هذوك الحويج واحد ما يعرف اشري ما تقدر تدوك غير كين حويج ما شاء الله ما تقدر تفرزيهم هذيك تعالى مارك وهذيك تعالى الطايوان اشري اللي تقدري عليه شري صابونة رخيصة شري الشومبور رخيص شري أي حاجة رخيصة هكذا تقديرها تقدير لها الميزانية تعالى راجلك باش تقتاصدها من هذك المصروف وتولي تشري دار تولي دوره على دوره على دوره يولي ودراهم تولي عندك كمية كبيرة تعدراهم طبعا ما تستحقريش هذوك دراهم ما تستحقريش لعشرالف باريكزمبل عشرالف العشرالف 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 بعد عام 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 ثلاث سنين تولي ملايين ماشي عشرالف فهمتي خمي هاكا وديري ربي في بالك وديري ربي في قلبك اياكي انتقنتي منها رحمة الله جربي جربي ربي عينك جربي وربي راه معاك راجلك راه معاك فونسي جربي ما كي خسر والو خير ما تندميك تولي كبيرة في العمر تولي عندك دار كنتية حرة فيها وعلى بارد وكتقولولي المعيشة غالية ودراري والمدراسة وكل شاني عايشة انا عايشة كيمتو انا عارفة بالصح حكيت لكم حكاية صديقتي هذي باش تعارفوا انه اللي بغى يوصل لدير هدف محدد في راسوبي بإذن الله راح يوصل لهم حبي تنشجعكم باش ديروا يد في يد معا رجلكم وتنسوا لي هذو ما وقع التواصل اجتماعي وتنسوا لي هذو كصحبة الزخ والفوخ وركزي برك على وشركي حبة تديري جربي يا للا يك مراكي خسر اوالو جربي إلى مربحتي شمر حاشتو خسري جربي جربي تديري أي حاجة في حياتك وتشري إلى حبيتي طوموبيل مثلا أي راجل تانيك يحب مسكين يشري طوموبيل يجمع دور ويحرم ويحرم بثاف صوالح يلبس غير لبس المهرية ثم يلحق طوموبيل يقولوا أنت عندك طوموبيل ثم يقولوا أن الناس يخزروا فيه يحاسبوه يعمل هذا غل وحسد كيف تحاسبني لا يتفكر هذا الرجل كيف كان يلبس لا يتفكرون يتفكرون غير كيف يكسب طوموبيل عندك طوموبيل ويقولون بالصح كيف كان لم يكن يسفروا كما هو لم يكن يتفكرون ويشبعون ويشبعون ويذهبون ويأكلون غير أي شيء يلقونها يأكلونها ويأكلون يأكلون وين يحبون يوصلون ما هو قوة الإرادة هنا تلعب دور كبير في تحقيق الأهداف إذا لا لديك صبر لا لديك قوة الإرادة لا لديك قوة الإرادة لا لديك الكوراش تعيش حياتك مذلولة فهمتي؟ إن شاء الله الفيديو يكون أعجبكم ما تنسوش تبارتاجي وتديروا ليجا ومتعلقوا لي تعليق شباب وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر